دراسة تكشف تراجع كبير في مهارات الشباب الرقمية في النمسا نعم يعني بيروحوا يدرسوا نعم ماتيماتيك لكن بعيدين جدا عن الأرقام وعملية استخدام الهاتف يمكن قضت على موضوع اللي هو الأرقام اللي تبقى في المخ عملية الحسابات نعم بدون استخدام آلة دراسة من أخطر الدراسات يا سيد الكريم هاي الدراسة هاي الدراسة فيك تقول استاذي الكريم هي فعليا عنوان شو عنوان كتير من المشاكل اللي احنا عم نعيشها وعم نتعامل معها هذا هو العنوان طبعا بصراحة العنوان طبعا انه بسبب شو بيقل لك التقرير أو الدراسة شو بتقل لك انه للشباب متعاودين يمسكوا التليفون التالي 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 يفتحوا على التك توك يفتحوا كذا بس لكن من التليفون مو متعاودين إلا يعملوا هيك تاك 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 فقط ما عندهم أكثر من أنه كذا يقلبوا الفيديوهات يقلبوا المقاطع هذا كل جهاء كل شخص معه تليفون هذا عبارة عن كمبيوتر كامل هذا عبارة عن آلة بحث عن آلة تحصيل معلومات عن آلة مقاطعة معلومات فيها اليوم يا سيد الكريم تخيل بسبب بسبب ردائة المحتوى الموجود يعني واللي صار معبي السوشال ميديا بيجي واحد بيقول لك يا أخي أنتو أخباركن قديمة أنتو أخباركن بتتقدم بطريقة غلط وبيقول لك فيه فلان الفلاني بيقدمنا الأخبار بطريقة سهلة خلطوا اللغة العامية باللغة الفصحة بواحد عم يقرأ عنوين الأخبار بشخص عم يعطيه الخبر تفصيلي يعني إحنا أحيانا بننزل أخبار على صفحتنا على الفيسبوك شيل بالله اللقطة شوي بننزل الأخبار على الصفحة بطريقة معينة بتلاقي الناس ما عم تقرأ الخبر ما حدا بيدخل يعني إحنا اليوم بننزل لما بننزل الخبر على الموقع أو على الصفحة أو بأي مكان بيكون فيه تفصيل يعني مثلا بس إيك أنا هيك بس بلاحظة أعطيني بس ثواني لأبحث عن هذا المنشور منشور الصور إحنا بننزل فيه صور هذا كتير ناس ما بتقرأ تفاصيله لحتى تعرف أنه نحن شو عم نحاول إن أقدم لهم معلومة ما أعطيني بس ثواني لو سمحت نعم تماما شوف سيدي الكريم عاسبين مثال هذا المنشور بيطلع معنا هيك على اللقطة يا أستاذ عبدالقادر ولا ما بيطلع معنا طالع آه طالع جميل جدا شوف مثلا موجز أنباء النمسا من الفقرات لهم الخميس أخبار عبارة عن أخبار مختصرة جدا شوف على الطرف شو مكتوب هذا الخبر منقول عن أبا أبا يعني وكالة الأنباء النمساوية زائد وكالات أو وكالات أخرى وهذا ملخص وليقراءة الخبر كامل يجب زيادة الموقع الإلكتروني infograd.com بتلاقي بيجيك واحد بيجيك واحد بيقول لك يا أخي الخبر مواضح عطينا تفصيل لك يا حبي أنا كاتب لك أنه هذا خبر مختصر يعني اليوم الناس سيدي الكريم ما عدد قراءة بيجي مثلا في عنا خبر على سبيل المثال أنا مع اللي شيك خلينا شوي على الصفحة أستاذ مثلا على سبيل المثال عنا خبر رابط مثلا هذا الخبر النمسا تعلن استغناءها للغاز الروسي بيجي واحد بيقول لك طب أخي ليش ما عطيتنا عطينا التفاصيل عطيني تفاصيل الخبر لك يا حبي ادخل على الرابط اكبس على الرابط بيطلع لك الخبر بيطلع لك الخبر النمسا ميديا أطلقت موقع الجديد السريع السلس ولسه ما زاله وقيد التطوير وإمكانك تحصل على المعلومات فيه بشكل آمن وبشكل سريع لكن موقع أمامكم هلا كل من عم بيسمعنا ويشاهدنا موقع يعني سلس وسريع وعملي وفيه محدث بشكل يومي وعليه أحدث الأخبار وكافة الأمور فبالتالي بيصراحة مشكلة مشكلة أنه اليوم سوء فهم السوشال ميديا عم تخلي الناس معدد فهمة شي صار المصدر اختلط بالخبر الكاذب اختلط بالمعلومة الصحيحة بالخطر بالمعلومة المبالغ فيها بالشائعات بي 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 الأمور فبالتالي يا سيد الكريم اليوم لما بتحصل على معلومة مننا أو من غيرنا اتقصى عننا خلي يكون عندك عدد مصادر معلوماتك حتى تقدر فعلا يكون في عندك أنت تحصل على المعلومة الصحيحة بالتبع تحصل على المعلومة الصحيحة أما غير هيك بصراحة يعني مش موسف بصراحة مش موسف يعني من كده